إن كان كثير من الناس يغفلون عن مواسم أرباح الحسنات فإن المسلم الحريص لا يغفل عنها ومنها شهر شعبان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ويحرم صيام يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان وما دامت الأعمال ترفع في شعبان إلى الله فلنحرص على الإكثار فيه من الأعمال الصالحة لترفع صحائف أعمالنا بخير فقد كان المسلمون إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف قال سلمة بن كهيل كان يقال شهر شعبان شهر القراء وكان المسلمون يخرجون زكاتهم في شعبان تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان ومن التصفية في شعبان أن من كان عليها قضاء أيام من رمضان الماضي فالتبادر بقضائها قبل أن يحل رمضان هذا العام وكما نحرص على العمل الصالح في شعبان فلنتجنب البدع فيه كتخصيص يوم النصف من شعبان بصيام أو تخصيص ليلته بقيام أو احتفال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار